اهلا بيكو عزيزي طلب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني والنهاردة حلقتنا مخصصة لطلب الدبلوم التعليم الصناعي تخصص نسيج النهاردة نتكلم عن مادة مهمة من المواد بتاعتنا وهي مادة آلات النسيج نستكمل الجزء اللي احنا اشتغلنا فيها وكنا في الفترة اللي فاتت تتكلمنا عن أجهزة الإمرار وطبعا كانت زي ما قولنا كده وغضة حيز كبير جدا من المنهج بتاعنا يمكن تقريبا اكتر من تلت المنهج بيتكلم عن أجهزة الإمرار بكل أنواعها بيتنقل بعد كده المنهج بتاعنا ليه أجهزة القلبات وخدنا جهاز قلب وحيد اللي هو جهاز قلب المزدوج اللي هو فيه جنب فيه درجين وجنب فيه درج واحد وخدناه بحركة تشغيل الجزء التالي من منهجنا بيتكلم عن أجهزة التكملية أو الأجهزة المكملة أو الأجهزة اللي بتساعد المكان على الاستمرار في عملية التشغيل بدون توقف وهي أجهزة مش أساسية ده الجهزة بتكمل العمل مش اكتر يعني وجودها مهم وعدم وجودها مش هيأثر على عملية النسيج في اي حاجة يعني انا لو شلت الجهاز خالص من على المكنة وشغلت المكنة المكنة هتعمل نسيج بخلاف مثلا لو جيت على جهاز زي جهاز المضارب مثلا لو انا شلت المضرب فين النسيج؟ لو انا شلت الدرق فين النسيج؟ لو انا شلت المشت مش هيبقى فيه نسيج؟ لو انا شلت جهاز الطيق مش هيبقى فيه نسيج؟ لو شلت جهاز الرخ مش يبقى في نسيج فبالتالي أنا عندي مجموعة أجهزة أساسية اللي هي بتقوم بالحركات الخامسة بتاعتنا اللي هي فتح النفس وإمرار اللحمة وضمها والطي والرخ ودول الخمس حركات ولهم خمس أجهزة سابتين على أي مكانة في الدنيا أما بقية الأجهزة اللي بتتحط على المكانة فهي اسمها أجهزة تكميلية بتساعد المكانة على التشغيل المستمر ومش أكتر فبالتالي هي بتدي لها فرصة أن هي متوقفش عشان دي المعالجة مثلا عطل موجود فيها مثلا فاطلة قطعت مصورة خلست الحاجات دي كلها هي مفروض المكانة تفضل شغالة باستمرار ده بيخليني ما نتنقل على حتة تبع التخطيط أو المؤيسات زي ما كنا بنسميها زمان الوقت المفقود ده بيأثر على تشغيل المكينة بيقلل منكم الإنتاج اللي يطلع من عليها فبالتالي أنا عندي وقت مفقود طول النهار أثناء العطلات دي فاطلة قطعت لحمة قطعت مصورة خلست مشاكل في المكينة فاطلة خينة فاطلة الفيعة كل ده بيأثر على تشغيل المكينة فبالتالي عطلة المكينة لما يكون في عامل هيغير لمصورة فمش هيروح يغير المصورة في دقيقة لا ده لسه هيوقف المكينة أو المكينة كده كده هتكون وقفت المكينة هتوقف هيبدأ يخرج المصورة من المكوك ويروح يدور على مصورة مليانة تاني مش جنبه بقى ما هو ما يعتمد منه هايش هيغير بإيده فبالتالي هو قاعد بياخد وقت أطول من الوقت كمان المعتاد اللي هو لو أنا كنت عند المؤسسية الجنبية وغيرت المصورة وشغلت المكينة المكينة كنت تشتغل مفيش أي وقت بالتالي أنا كده قاعد بفقد في وقت وبهدر في وقت على المكينة بمعنى لو المكينة بتاعتي مثلاً فرضاً بتعملي متر في الدقيقة مش هنقول أكتر من كده طبعاً المكينات عندنا بتعمل أكتر من كده دلوقتي بس نفرض إن هي بتعمل متر في الدقيقة الدقيقة دي اللي هي أطلتها مفروض فيه كم إنتاج ما تعملش كم الإنتاج ما تعملش ده بيقلل من كميات المنتج اللي خارج وبيزود من وقت تشغيل المنتج على المكينة لو مثلاً عندي المكينة موجودة عليها مثلاً 100 متر مفروض تنتجهم الميت متر دول مفروض يخلصوا في يوم أو في يومين بالتالي بالعطلة دي وبالمشاكل اللي بتحصل دي بدأ ما تخلص في يومين هتخلص في ثلاثة هتخلص في أربعة بالتالي وقت تشغيل المنتج على المكينة زاد طب وقت تشغيل المنتج اللي زاد ده بتضف له إيه أجر تعاملين بتضف له الكهرباء اللي بتسحبها المكينة أثناء عملية التشغيل بتضف له كمان صيامة المكينة نفسها فبالتالي لو هي اشتغلت على يومين وخلصت طوب القماش بتاعها هتوفر كتير جداً من إنه لو اشتغلت أكتر من اليومين عشان تطلع المنتج بتاعها كل يوم بيعدوا المكينة لسه عليها طوب القماش ده بيهدر من المكينة الانتاج بتاعها وبيه كمان بيكلف المصنع مبالغ مالية زيادة عشان عملية التشغيل دي تستمر فبالتالي عشان أعوض الكلام ده لازم يكون فيه أجهزة بتساعد المكينة على عملية التشغيل المستمر وهي الغرض من وجودها أنها بتعالج المشاكل بتعالج المشكلة الموجودة على المكينة أبسط حاجة مثلا زي جهاز بتري جهاز بتري شغلته إيه شغلته لما المصورة تفضى الموجودة في المكوك هو يغير أوتوماتيك هنرجع تاني للجزء اللي خدنا في التنمية الأولين طب أنا خدت هوا وخدت مية وخدت ريبير وخدت سولزر كلام ده مفوش مواسير أنا ليه باخد المواسير أولا أنت عندك في السوق مازال موجود مكينات من القديمة وعندك في المدرسة مازال موجود برضو من بعض أنواع من مكينات القديمة السوق فيه الحديثة آه السوق تغير الشكل شوية وبالتالي إحنا بندرس ده وبندرس ده فأنا هنا عندي لو أنا مثلا ببدأ أو ببدأ مشروع صغير لسه جديد ممكن أجيب مكناة من مكينات دي فبالتالي لازم أكون أعرف أتعامل مع جهاز البتري عشان أطلع المنتج بتاعي الفرق ما بين ده وده إن المكينات كمان اللي موجودة في السوق اللي هي الحديثة تمنها أو تكلفتها عالية جدا وتكلفة تشغيلها عالية برضو جدا غير لما يكون جاب مكناة من مكينات اللي هي تعتبر بالنسبة لي أوتوماتيكية بس موديلها قديم شوية هتشغل المشروع وهتخليني أستفيد شوية طيب تعالي بقى نرجع لجهاز البتري اللي احنا اشتغلنا فيه في الحلقة اللي فاتت وبدأنا فيه جزئية بسيطة منه واتكلمنا عن الجهاز نفسه وطريقة تشغيله زي ما قلنا كده أنا عندي جهاز بيشتغل على مرحلتين المرحلة الأولى وجود حساس في الجنب الشمال أو على ايدك الشمال لو أنت مواجه للمكينة مثلا الصدر قدامك فأنت في الجنب الشمال فيه جهاز حساس في الجنب اللي مين جهاز البتري نفسه جهاز التغيير الجهاز متكون من مجموعة أجهزة يعني هو بيقوم كله على بعضه اسمه جهاز البتري بس له حساس في الجنب ده ولوه مجموعة أجهزة جوه الجهاز تاني بتبدأ تعمل حركات تانية فكل جهاز منهم بيعمل حركة الحلقات اللي فاتت إحنا خدنا الفيلر خدنا الفيلر الميكانيكي وخدنا الفيلر الكهرباء ودول أول حساسات موجودة عندي على الجهاز بتاني فالحساسين دول لازم يكون واحد منهم بسل على الماكين ننفعش اللي اتنين يا الماكين عليها الفيلر الميكانيكي يا الماكين عليها الفيلر أوتوماتيكي طب إذا كان ميكانيكي فإحنا عرفنا حركة تشغيله أنه هو دايما بيلمس المصورة أثناء تقدم الدف الأمام وثابت هو مسنود أو باكب في اتجاه مسند الصدر أو في المنطقة بتاعة مسند الصدر بس على الجنب الشمال فهو ثابت وراء الزراع يد التشغيل فبالتالي أنا الداف بتقدم له قدام بيبدأ أن هو يلمس المصورة بالشكل ده مثلا هو ثابت كده بالشكل ده في الداف بتقدم له قدام وهو فيه فتحة بتدخل الحساس منها عشان يحس المصورة ممتلئة أولا فرغة فبالتالي تقدم الداف الأمام فتحة الدرج بيبدأ يمر منها إصبع الحساس ويبدأ يلمس المصورة إذا كانت المصورة مليانة الخطة اللي عليها بيتجمع على الشعب اللي موجودة على الجزء اللي هو المعتبر حتة زي خشونة موجودة على الصحة الإصبع هذا فبتضغط على الإصبع وتضغطه جوه قلبة الحساس بتاعته ده الميكانيكي إذا كانت المصورة فرغة فبالتالي بينزلق الإصبع على المصورة وبالتالي بيتم الحركة اللي احنا شرحناها الحلقة اللي فاتت طب الفيلر الكهربائي أسهل منه كتير هما إصبعين واحد فيه طيار كهربائي والتاني لا إصبعين واحد طيار كهربائي والتاني ايه لا طيب المصورة هيتغير شكلها ونحط فيها جزء معدن عشان لما الإصبعين يلمسوها يبدأ يحصل توصيل طيار ما بين الإصبع اللي فيه الطيار والإصبع اللي ما فيهوش طيار كأنه بالضبط حركة مفتاح الطيار أو مفتاح الكهرباء أول ما الإصبعين يلمسوا منطقة المعدن يبقى كده ما فيش خيط على المكينة الطيارة هتنقل من الإصبع اللي فيه الطيار للإصبع التاني هيوصل دايرة كهربائية بتاعتي هيبدأ يدي الحركة للجهاز عشان يقوم بتحريك بقية الإيه الأجهزة طيب الكلام ده بيتم في حتفة من الحدفات ومش هيتم تغيير لأن مازال المكوك والمصورة كله موجين عندي في الجهة اليسرى طيب لما بيتنقل بقى ونهت كده خدت أردر أنه هغير لما بيتنقل المكوك من الجهة الشمال ويروح في الدرجة التانية اللي في الجهة اللي مين بيكون جهاز البتري جاهز لعملية التغيير بس مش بيغير أوتوماتيك لا لازم ياخد الخطوات بتاعته خطوة خطوة جهاز جهازها هيأمن عملية تغيير المصورة بنتكلم عن أول جهاز بقى في الجنب التاني وهو جهاز حساس تأمين المكوك حساس تأمين المكوك من الأجهزة اللي بيكاو منها جهاز البتري جهاز صغير بسيط كل شغلته وكل مهمته إنه يتطمن إن المكوك دخل في الدرج بالزبط ومرتكز في مكانه السليم ليه طب نفرض إن الحساس ده مش موجود أنا ما عنديش حساس تأمين المكوك على الجهاز البتري والمكوك محتاجه غير المصورة اللي عليه فالمكوك لما راح الدرج التاني ارتد يعني ارتد يعني دخل الدرج ورح رجع يعني صدم كده ورح رد الردة اللي أنا بعملها دي بعد مسافة بسيطة عن اللطاشة بتاعتي ما ارتكزش بالشكل المطلوب الارتداد ده هيعمل إيه هيعمل تحريك ليه الضق المكوك داخل الدرج مسافة معنا وليه يكون حتى ربع صمتي اتنين ملي بس اتنين ملي هيعملوا معنا مشكلة الاتنين ملي دول هيعملوا إيه بقى لو الموضوع ما فيهوش حساس تأمين لما هيجى غير المسورة الممتلئة بالفرغة الممتلئة هتبقى مترحالة عن مكان تركبها اللي اتنين ملي دول يعني انا مفروض هنزل في المكان ده يعني الرأس المسورة دي ده الرأس بتاعتها والمسورة التانية مفروض ان انا هتركب في المكان ده فانا رحلتها اتنين ملي لانهو ارتد فبالتالي لما ايجى اسقط المسورة الجديدة هتضرب المسورة القديمة في منطقة طب ايه اللي هيحصل اولا المسورة اللي دحت ممكن تسقط مني في صندوق تجميع المؤسير اما المسورة الجديدة هتيجي تركب هتلقى تحتها مش ده المكان المفروض ان هي اتبت فيه المتقات الموجودة في المشبك بتاع المكوك مرحالة الاتنين ملي فبالتالي مش مقابلين الحلقات الموجودة على المسورة فبالتالي ما ايجى اركب المسورة المسورة هي اما تشبك في مكان مش مزبوط هي اما تسقط مني هي كمان واذا سقطت المكان كلها هتعطل وهتوقف وده مش مطلوب انا عايز المكوك تفضل شغالها باستمرار فاصبح حساس تأمين المكوك شغلته انه يطمن المكوك مرتكس في مكانه السليم طيب ازاي بيقوم بالعملية دي طب ولو المكوك ارتد ما هو وارد انه هيرتد هو كحساس تأمين هيعمل ايه هو اسمه حساس تأمين معنى كده ان المكوك لما يطلع من الجهة اليسرى ويروح الجهة اليمنى والحساس ده يطمن انه موجود في مكانه ومرتكس في المكان المزبوط يكمل عملية التغيير طيب الكلام ده حصل ارتداد رجع المكوك حرك الاتنين ملي بتوعي دول اعمل المشكلة اللي انا بتكلم فيها هعمل ايه قالك اول ما هيحصل كده وحساس تأمين المكوك يطلع ويلقى المكوك مش موجود في مكانه هيوقف عملية التغيير يبقى في حالة ان المكوك مش مرتكس في المكان بتاعه المزبوط المكانة او جهاز البتري مش هيقوم بتغيير المسورة مش مع المسورة فضيت انه لازم يغير الحد فضي لا ده المسورة اصلا كم ملفوف عليها خيط وحنا قلنا كلام ده وحنا بنتكلم عن اللف المؤسير ملفوف عليها كمية خيط احتياطي فبالتالي المكوك هتحرك من مكانه مرة تانية ويرجع الدرج الشمال هيعمل حدفة وحساس الفيلر برضه هيحس ان المسورة فرغة ويدي امره لجهاز البتري عشان يبقى عملية التغيير وهيطلع من الجهة اليسرى يرجع للجهة اليومنا مرة تانية وحساس تأمين المكوك هيطلع يطمن هو موجود في مكانه مظبوط ولا لا طب لو رجع ولا واقف في مكانه مظبوط هيكمل عملية التغيير في من كده يبقى شغل تحسس تأمين المكوك انه يطمن ان المكوك مرتكز في الدرج الارتجاز الصحيح القابل لتغيير المسورة ليه؟ انا الجهاز اصلا فيه حاجة اسمها الشاكوش الشاكوش ده شاكوش تغيير او اللي هو بيدرب على المسورة او بيبدأ يغيرها بنفسه الشاكوش ده صدمته قوية بيغبط على المسورة بقوة عشان يقدر يسقطها بمكانها ده ويجبسها في المنطقة الخاصة بيها في المشبك عشان تركب بالتركيب الصحيح فبالتالي الصدمة اللي بيدها لها لو ما كانتش مظبوطة حاجة من الاتنين اما المسورة نفسها تسقط في مكان مش مظبوط فبالتالي هتسقط تحت في الصندوق او هتتعلق تعليق مش سليم في اثناء عملية التركيب وده هيأثر على عملية تسحب الخيط وانه يخليها حرة الحركة اكتر اثناء عملية التشغيل فبالتالي هتعطل المكانة برضو يا اما اسناء نزولها لو هي مرحلة سنة او المكوك مثلا مرحل سنة وجات الصدمة بتاعتي على المشبك نفسه ممكن يكسر المشبك ممكن يكسر المكوك نفسه لان صدمته قوية فبالتالي كلة احتمالات احنا بنقولها لو المكوك مدخلش الدرج بالشكل السليم تمام كده فبنبدأ نكمل بقى ايه نكمل شغلنا بالشكل ده بالتالي انا غيرت المراتي طبعا بقية الاجهزة طبعا هناخدها لسه واحدة واحدة لسه في مجموعة تانية من الاجهزة هتكمل الحركة بحيث هنوصل في نهاية نشرح حركة تشغيل الخاصة بجهاز البتري بتكامل بداية من اول ايه خطوة فيه تعالوا بقى نتكلم عن الرسم المطلوب عندي في الجزء ده من الاجهزة طبعا بتعالوا كمان نشوف حركات التشغيل هنا طبعا نتكلم عن حساس تأمين مكوك اول حاجة عندي بالنسبة للتركيب وده مهم جدا التركيب بتاعي يكون بالشكل ده ده الحساس بتاعي طبعا هنا ومديك كل المعظم الاجزاء بتاعتي فهنا هنا عندي ايه اولا ده العمود اللي جاي اللي من الجهة اليسرى هو ممتد بعرض المكينة اسفل مسند الايه الصدر فبالتالي هو ده العمود ده مسمينه عمود رئيسي اللي نقل حركة التغيير بيجيب من الفلر ويوصل للجهاز الناحية ده بعد كده عندي زراعة محرك حامل حساس ده لما بتحرك فبيرفع حامل حساس رقم واحد فبالتالي هنا هيكون عندي الحساس وهنا الحساس في ايه بقى بيكون من اه سن التصادم بتكون في المنطقة دي وبعد كده سوقات التغيير نفسها اذا كانت مظبوطة الدنيا هي تبدأ بعمل التغيير ولسان الحساس وياي طيب لسان الحساس وياي ايه ايه مشكلة هنا المشكلة هنا ان اه لو المكوك في مكانه المظبوط بيدينا حركة في الجهاز هنا طبعا هنشرحه هنا بنشرح الحركات بتاعتنا وبيكون في حركة مخصصة لللسان ده اللسان ده بينضغط للداخل وبيكون الضغطه ده بيكون بفعل ايه طيب ايه هنا اللي زيادة بقى موجود عندي مع الجهاز ده موجود عندي جهاز الدف وموجود عندي شاكوش التغيير شاكوش التغيير بياخد حركته اصلا من الحساس ده بمعنى لو لاحزنا الوصلة المفصلية اللي قدامي دي هي وصلتين ادي وصلة ودي التانية او كتعتين بس في الجزء ده كتعة دي كده ومع دي كتعة واحدة يعني حرف الال ده كده ده كتلة واحدة بس له محور الاتفاس اما الجزء اللي تحت ده ده جزء مفصلي ملوش علاقة بالزراع ده تالي بيحصل اللي بيحصل لما بيتعدل الزراع هنا او الحساس بيتعدل بيكون بشكل افقي بيتقدم الدفل الامام بيضغط على الحساس نفسه او الزراع الحساس نفسه اذا كان عندي المكوك مرتكس في مكانه سليم فبيضغط على الحساس فالوصلة دي بتبقى هي مسؤولة عن عملية الضغط فتخيل بقى انه بيضغط في الاتجاه ده الاتجاه اللي هو خارج الرسم بالشكل ده اذا ضغط خارج الرسم طبعا الجزء الحرف اللي احنا بنكلم عليه ده مرتكس على محور الشكل ده او الطرف ده هيدور او هياخد حركته في اتجاه عقارب الساعة اذا ده رح في اتجاه عقارب الساعة الرأس الشاكوش دي كمان هتتحرك في اتجاه عقارب الساعة الاسفل فتروح ضربة على المصورة وتبدأ تسقطها في المكان بتاعتها يبقى في الحالة دي قمت انا بعملية التغييب بشكل سليم بس الاساس عندي فين؟ حركة الحساس طيب حركة التشغيل بتاعتي بقى بتتم ازاي؟ اول حاجة عندي الحالة الاولى بتاعتي في حالة مصورة منطلقة بخيوط اللحمة طيب اللي هيعمل لي ايه بقى؟ اللي هيعمل ليه ان الشكل هنا قدامي هاللهز ايه؟ اذا تقدم الدف للامام اللي هيحصل هتبص تلاقي ان الحساس تأمين مكوك ده هيبدأ ينضغط واذا كان طبعا انا عندي مصورة اللي هي ممتلقة وما فيش اي تغيير اول ما هيطلع فوق هيبدأ يتقدم الدف الامام ما عندش تغيير فبالتالي ما فيش اي حركة تنقلت لزراع ما ترفعش من مكانه الحركة تمت او الدف تقدم للامام ورجع للخلف ودي الحال الاولى في حالة عدم تغيير او وجود المصورة ممتلقة اصلا في الاساس فالي هيحصل الزراع هنا هيبضل في مكانه مش هتحرك وبالتالي الزراع محرك الحساس هيبضل في مكانه سابت الحساس هيبضل في مكانه بعيد عن حيز الدرج بتاعي اصنا تقدم الدف وهكذا طيب هنا بقى بنتكلم عن جزء مهم جدا وهو الجزء الخاص بالحساس الحساس بيتركب من ايه؟ الحساس عبارة عن قطعة معدنية بتسمى اللسان طبعا الجزء اللي هو الطرف الحساس ده ده بيسمى اللسان الحساس بيكون خلفه ايه الايه ده فايدته انه بيتحسس على مكان المكوك اذا كان المكوك موجود طبعا بينضغط اذا كان المكوك غير مرتكس في مكانه بالنوبة ما بينضغطش فبالتالي ما مش بيكمل الحركة بتاعته وطبعا بيتأكد من ان المكوك مرتكس في مكانه بالزبط يبقى هنا الجزئية دي كلها بتتكلم عن الحتة دي طيب اذا كان موجود في مكانه ومثابت في الدرج فاللسان ده بينضغط او بيلمس المكوك فالمكوك نفسه بيدغط على اللسان طيب بعد كده في هنا عندي حاجة اسمها سقاطة التغيير سقاطة التغيير دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن رفع محورها في الربع الاخير اللي في الجزء ده كده ده المحور بتاعها ليكون احد طرفيها والجزء الامام منها بيكون ابارة عن طقل الطرف ده انه هو طويل جدا فبالتالي بيعبر عن الطقل فبالتالي بيظل طرفها الاساس الامامي اللي هو المدابة بروفاية ده منخفض لايه؟ لا اسفل دايما بسبب ايه؟ بسبب الوزن بتاعي طيب وفي حالة عدم حدوث تغيير هيكون طرفه لايه؟ طرفه لاسفل بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه طب ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للجزء ايه دي؟ طب الجزء الخلفي بقى منها الجزء الخلفي بيوجد فيه اه سنة مجاوفة اللي هي الجزء التانية اللي قدامي دي الجزء المجاوف ده بيقابله غراب مسبت فين؟ في الدف في الجوزاء نفسها اثناء تقدم الدف للامام بيكون على جنب الدرج ده شغلته ايه؟ بيضغط بيضغط على الجزء ده او بيبات معه اذا كان فيه عملية تغيير فبيسبت الجزء ايه دي فبيتم عملية تغيير بيبقى كل ده كده كتلة واحدة وبيحرك الزراع للخلف فبالتالي بيقوم بعملية الايه؟ التغيير طبعا بنتكلم على الغراب نفسه اللي هو الخاص بالتغيير الموجود على الجزء ده كعبارة عن قطعة معدنية بتكون ركبة في المنطقة دي شغيتها بس انها بتلامس الطرف ده عشان يقوم بعملية الايه؟ التغيير في توقيت التغيير طب بعد كده بقى حامل الحساس حامل الحساس ادي هنا ده الحساس بتاعي وهنا ده الزراع المفصلي وده الحامل نفسه بتاع الحساس او اللي شاي الحساس قبارة عن زراع زوك وعين اه مسبت على محور به ياي لانزاله طبعا كل الاجزاء دي بترجع بسبب بفعل يايات الاجزاء المتحركة بالاكتر بتكون بفعل ياي عودتها لوضعها الاساسي وفي طرف الكعدة بيكون مركب له لسان حساس عشان يقوم بعملية الايه؟ اه عملية رفع الحساس بيكون بأسفله بيكون فيه سن التصادم مقابلة للطرف الامام المدبب لسوقات التغيير ده بالنسبة له بعد كده عندي الوصلة المفصلية او الزراع المفصلي ده الزراع مفصلي صغير بياخد حركته من زراع محرك حامل الحساس اللي هو ده وبيوصلها للكوة الصفلي من زراع محرك الحساس بعد كده عندي زراع محرك الحساس وده طبعا اللي بيقولنا بيتحرك بناء على حركة العمود الرئيسي اللي هو ممتد بعرض المكينة وده عبارة عن زراع صغير ومثبت طرف العيل وعلى العمود الرئيسي بالشكل ده كده وعشان ياخد الحركة بتاعته وانه بيرتفع وانخفض لهم حركته الاعلى واسفل يعني بين الحركة الدورانية اللي بيحاولها حركة الردودية طبعا ده بيكون موازل مسند الصدر وبطرفه الاخر مشقبية لضبط تركيب الزراع ده طبعا اللي بيخلي الوصلة بتطلع او بتنزل عشان يزبط بس حركة رفع الجزء اللي ايه الخاص بالحساس بينشق عن حركة زراع محرك حامل حساس ده بينشق عن حركته ايه ارتفاع ببدأ انا احرك الزراع المفصلي ده فبيرتفع الحساس او حساس طبعا المكوك لأعلى عشان يقوم او يجهز نفسه لعملية التغيير فبالتالي انا هنا عرفت كل الاجزاء الموجودة عندي واتكلمت عنها بالشكل ده طيب ايه تاني بقى الموجودة عندي كمان لو جينا نتكلم عن الاجزاء الاجزاء بشكل تفصيلي هي عبارة عن العمود الرئيسي لنقل الحركة ده الاساس عندي بعد كده عندي زراع محرك الحساس بعد كده الزراع المفصلي بعد كده محور حامل الحساس بعد كده لسان الحساس نفسه وفتحة شفة الامامية للدرج طبعا بيكون في المنطقة دي اللي بيدخل منها اللسان بتاع الحساس باقي طبعا المكوك بيكون جوه الدرج بتاعي بعد كده عندي غراب الجوزاء اللي بيكون في الطرف ده القطع المعدين احنا قلنا عليها بعد كده عن سوقات التغيير دي موجودة على حساس نفسه وطبعا مصورة اللي احمى بتكون داخل المكوك اللي بيكون في الدرج وكل الجهاز ده وكل نكلم عن آآ جهاز بيتكون من مجموعة اجزاء بسيطة وصغيرة الغرض منها في الاساس نقل الحركة بشكل مزبوط لبقية الاجهزة عشان اقوم بعملية تغيير بشكل سليم لو انا فعلا لو رحلت ملي واحد هيعمل مشكلة في عملية تغيير مش هتقوم عملية التغيير طب فرضا ان انا كل ما اود المكوك في الجهة اللي مين يرتد كل ما يروح في الجهة اللي مين يرتد إلا هيحصل انا كده ما بغيرش هيحصل ان في جهاز تاني ده هنقضى ان شاء الله في الحالات الجاية الجهاز التاني ده بيقوم بعملية اقاف النور في الحال لعدم موجود لحمة على المصورة ده بيشتغل على الارتخاء وبشتغل على الانتهاء فما فيش مصورة اه المصورة كانت تفرغت وما فيش اي خط لحمة بيمر مع المكوك وبيتحرك بيوقف المكوكة في الحال في الحالة دي بابدأ انا اتدخل واشوف ايه اللي حصل على المكوكة بتاعتي بابدأ ان انا اعالجه مصورة في ديت فيه مشاكل تاني غير موضوع المصورة هبدأ عالجه طب انا احنا دلوقتي برجعنا تاني النقطة الصفر ده انت هتوقف المكوكة وهتقوم بعملية التغيير يدويا كده البتري ما اشتغلش هقولك ده بتحصل كل فين كل فترة كبيرة الارتداد ده مسلا يكون فيه اي مشكلة في عملية توقيت المكينة فالمكوكة بتعمل الارتداد فانا باكتشف الكلام ده من عملية تشغيل المكينة فبالتالي دي مشكلة وسهل معالجتها فيه اثناء عملية الايه التنفيذ فبالتالي انا كده فهمت ان فيه مشكلة عندي وهبدأ ان انا اعالجها مشكلتي في توقيت الاجزاء ابدأ ازبط توقيت الاجزاء ابدأ ازبط الكمات عشان تبدأ تتيجي الحركة في توقيتها المزبوط ويشغل المكينة الارتداد هيروح مني بعد كده هبدأ انا اشتغل اوتوماتيك بعد كده يبقى في البداية بس عملية الضبط الايه الجهاز عندي زبطه صح هبدأ انا اكمل شغلي بالشكل المطلوب تعالي نرجع عليه الجزء المعنى التاني ونتكلم عن حركة التشغيل احنا قلنا عندي حركتين تشغيل او احتمالين احتمال الاول ان يكون عندي تشغيل ايه تشغيل مستمر تشغيل مستمر معناها ايه معناها ان هنقول بقى تبدأ حركة حساس المكوك من حيث انتهت الحركة جهاز حساس اللحمة وحركة جهاز حساس اللحمة بتنتهي بدوران العمود الرئيسي لتغيير الممتد بعرض المسند يبقى في واحد كل واحد فيهم بيقوم بحركة منفصلة عن التاني بس لازم حركته تكمل طيب لما بيدور عمود الادارة او العمود الرئيسي لما بيدور ده طبعا بياخد حركته من الجزء اللي في موجود فيه جنب الشمال بيدا يدور جزء من محيطه اول ما بيدور جزء من محيطه بالشكل ده كده هو هيدور كده ويرتد تاني هو بيدور في الاتجاه ده ويرجع مرة تانية اول ما بيدور الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو جزء من محيطه بيتحرك معه الطرف السفلي للزراع بتاعي اللي هو قدامنا ده احنا بنشاور عليه الزراع الحساس والمثبت عليه من جهة اليمين او بيرفعه في جهة اليمين في الرسم وبتحرك تبعا للزراع المفصلي طبعا الزراع المفصلي دي كان بتتحرك معي لما بعمل الحركة دي بتحرك برضو لليه لليمين ده بيرتفع او بيتحرك في تجاه اليمين ده كان بتحرك في تجاه اليمين الحركة بتاعتهم دي بتعمل على رفع الحساس لأعلى بيرتفع طرفه الخلفي ده لأعلى عشان يكون في حيز ايه في حيز الدفء اثناء تقدمه لليه للأمام يبقى انا كده عرفت ان انا برفع طب بعد عملية الرفع دي اللي بيحصل بيدخل عليه الجهاز الدفء وبيبدأ يعمل ايه يعمل عملية تلامس ما بينه وبين الاسبع اذا كان المكوك مرتكز في المكان المزبوط اثناء تقدم الدفء للأمام بيبدأ انه يعمل الحركة اللي احنا نتكلم عليها ان شاء الله لكن اذا كان المكوك متحرك زي ما قلنا كده حاجة بسيطة هيحصل ارتداد ومش يحصل عملية تغيير وهيكمل حركة مرة تانية احنا هنا خدنا جزء النهاردة من الجهاز بتاعنا طبعا الحلقات بتاعنا مكملة الخاصة بجهاز البتري لجهاز الغالي لما نوصل زي ما قلنا كده لتجميع او لشكل الحركة الكاملة لجهاز البتري ونبدأ نقولها برضو بالتفصيل خدنا جزء الاول بس من الجهاز حساس تايمين وكوك مع بداية تجهيز الحركة وعدم تغيير المواسير ان شاء الله في الحلقة الجاية هنبدأ ناخد ازاي حيتم الحركة الكاملة لجهاز حساس تايمين وكوك ونبدأ نوصل لعملية تغيير ان شاء الله طبعا نتمنى يكون الدرس معاك وبسيط حاول ترسم كتير عشان ايدك تكون كويسة في الرسم واي مشكلة ابعتولنا على صفحتنا على اليوتيوب وكمان على الفيسبوك الخاصة بالتعليم الفني وفي نهاية حلقتنا بنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير في الحالات الجاية وإلى اللقاء